تعال نشوف بقى ردود الأفعال الدولية جات الزلل وفي ردود الأفعال بتاعة دول بحد ذاتها وردود الأفعال بتاعة مجموعات زي الجي سيفن أو مجموعة السبعة الكبرى تعال نشوف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بيتكلم عن هذا الموضوع ازاي وأدام التصعيد الإيراني هو قال كده التصعيد الإيراني ضد إسرائيل ردا على مطالبة سفيرة إسرائيل بإدانة وطفقة طبعا فيه ردود متعلقة بسفيرة إسرائيل بتوطال تعال نشوف الأول ريشي سوناك ريشي سوناك في البيان الرسمي بتاعه قال بيقول أنا أدين بأقوى المصطلحات الهجوم النظام الإيراني المتهور تجاه إسرائيل ركلس كويس متهور وبعد كده بيكمل بيقول إيران هاز once again demonstrated that its intent on sowing chaos in its own backyard وإنه إيران مصرة على إنها تشتغل بعمدة على إشاعة الفوضى في ساحتها الخلفية هكذا وصف المنطقة بعد كده بيكمل بيقول فبيقول إنه المملكة المتحدة سوف تستكمل وقوفها بجانب الأمن الإسرائيلي أو لأجل أمن وأمان إسرائيل وأنه هذا سوف يتم بالتعاون مع حلفاءنا الإقليميين والذين يضمون الأردن والعراق بجانب ذلك alongside our allies بجانب ذلك فإن حلفاءنا أنا آسف كنت هترجم الأول we are urgently working on stabilize the situation and prevent further escalation no one wants to see more bloodshed فبيقول إنه بجانب ذلك فإننا مع الحلفاء فإننا سوف نعمل على إرساء الاستقرار في هذا الموقف حتى نمنع أو نحول دون المزيد من التصعيد ولا أحد يريد حمامات الدماء اللي بعده ده كلام يوكي أو كلام المملكة المتحدة ريشي سوناك رئيس الوزراء